يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرية وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك لا زال الحديث في البنية الأساسية المؤسسية للمشروع المهدوي الأعظم هناك بنيتان البنية البشرية حدثتكم عنها تحت عنوان صناعة الزهرائيين فزهرائيون يمثلون البنية البشرية لمشروع إمام زماننا البنية الثانية إن كان الكلام في زمان الغيبة أو كان الكلام في زمان الظهور نحن نتحدث عن التقنيات والمؤسسات والوسائل والآليات والمؤسسات والمراكز وبينت لكم بالإجمال من أن كل هذا يتوزع منه ما هو في العالم الأرضي في مساحات المؤسسات لا نتمكن من التواصل معها مثلما إمامنا محجوب عنها شؤونه أيضاً محجوبة عنها وهناك وهناك عالم الفضاء عالم الأجرام السماوية زينة السماء الدنيا بحسب الإصطلاح القرآني وهناك السماوات العلى الملأ الأعلى هذا الحديث أخذني في جولة بين آيات الكتاب الكريم التي حدثتنا عن الأنواع المختلفة للحجب التي تحجب الإنسان عن كثير وكثير من الأمور لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم إنما أكمل من حيث توقفت هناك لوحة مفصلة في سورة النمل تبدأ من الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وتنتهي عند الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النمل هذا عدد كثير من الآيات تشتمل مضامينها على كثير من الوقائع والأحداث لا أريد أن أقف لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة إنما أقرأ الآيات عليكم كي أذكركم بها أتمنى أن تنصتوا وتدقق النظر في هذه الآيات عن أي شيء تحدثنا إنها جانب من قصة سليمان النبي من قصة دولته وملكه وحكمه وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ مَنْطِقُ الطَّيْرِ بالنسبة لسليمان كان واضحا لكن بالنسبة للناس كان محجوبا عنهم الحكاية هي الحكاية وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ وَأُتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ هناك الكثير والكثير في هذه الجملة من المساحات التي كان سليمان يتواصل معها لكن الناس في زمانه ما كانوا يستطيعون أن يتواصلوا مع تلك المساحات إن كان ذلك في عالم الشهادة والحس أو في عالم الغيب والنور وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين صور في هذا السياق وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون هل هناك في تاريخ البشرية من جيش قواته كتائبه كجيش سليمان هذه صورة مصغرة للدولة المهدوية العظيمة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذا الخطاب من النملة مع مجتمعها مع أمتها مع أقرانها من النمل سليمان كان مطلعا عليه جنوده لم يكونوا مطلعين على ذلك الحكاية هي الحكاية هناك جانب محجوب لا يستطيع الناس أن يتواصلوا معه حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها لأن سليمان لم يكن محجوبا جنوده كانوا محجوبين فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الروايات تحدثنا بأن كتائب الطير في جيش سليمان مكانها أن تشكل سقفا بناءا هندسيا مرصوصا متكاملا أن تشكل سقفا يعلو فوق رأس سليمان ومن معه فوجد ثغرة في هذا السقف هذه الثغرة كانت مكان الهدهد وتفقد الطير نظر إلى السقف وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين هذا جندي وعليه التزام عسكري وعليه التزام عسكري فهل يغيب الجندي عن مأموريته وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد هذا كلام الهدهد ماذا قال الهدهد لسليمان فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين من اليمن اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الآيات بحاجة إلى شرح وتفسير وبيان لكن المقام ليس منعقدا للحديث عن قصة سليمان ودولته وسلطانه وحكمه ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وتستمر الآيات تحدثنا عن ملكة سبا إلى أن ينعقد مجلس القادة في محضر سليمان قال يا أيها الملأ سليمان هو الذي يقول في الآية الثامنة والثلاثين بعد البسملة من سورة النمل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أحد المسؤولين في القوة العسكرية لدولة سليمان قال قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قد يمكث سليمان ساعة ساعتين وربما دون ذلك وكان العفريت هذا قادرا على أن ينجز المهمة مثل ما وصفها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب عنده حرف واحد من علم الكتاب إنه آصف وصي سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في اللحظة سيكون عندك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إنها سرعة تفوق سرعة الضوء نحن حينما نرى الأشياء فإننا نراها بواسطة الضوء الأشياء أمامنا إذا لم يكن هناك من ضوء ينقل لنا ينقل لنا صور الأشياء فإن أعيننا حتى لو كانت سليمة وفي كمال سلامتها لا تستطيع أن تبصر الأشياء إنما تبصر عيوننا الأشياء من خلال الضوء نحن لا نستشعر هذا لأن الضوء سريع جدا آصف يقول لسليمان بأنني سآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إنها سرعة تفوق سرعة الضوء قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ما المراد من ارتداد الطرف وهو حينما ننظر إلى الأشياء فنراها هذا هو ارتداد الطرف حينما أتوجه كي أنظر إلى شيء أمامي فحينما أوجه نظري إليه فإني أراه والناقل الضوء فيما بيني وبينه هذا هو ارتداد الطرف أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه في اللحظة في اللحظة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة اللوحة الكاملة تبدأ من الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النمل وتنتهي عند الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من سورة النمل ضيق الوقت هو الذي حال فيما بيني وبين أن أقرأ كل الآيات هذه وأن أقف عندها خلاصة الكلام هذه اللوحة التي نقلت لنا جانباً جانباً مما جرى وكان يجري في زمان سليمان النبي في سلطانه في دولته في حكمه في عسكره في الأمة التي كان يحكمها خلاصة القول في تلك الدولة في ذلك السلطان هناك أمور كثيرة كانت تجري لم يكن يطلع عليها إلا سليمان وإلا خواص سليمان كآصف وأمثاله هناك مساحات كانت محجوبة عن عسكره وعن سائر الأمة التي كان يحكمها سليمان زمان الغيبة كذلك زمان الظهور كذلك هناك مساحات خاصة بالإمام وخواصه في زمان الغيبة أو في زمان الظهور ومن هنا فإن البنية الأساسية المؤسسية للمشروع المهدوي تتوفر في زمان الغيبة استعداداً وتهيئةً للإنتفاع منها في مرحلة الظهور وكل هذا يكون في مساحات موجودة على الأرض لكننا لا نراها لا نتواصل معها إنها محجوبة عنها الآيات التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية وما قرأت من آيات ترتبط بقصة سليمان النبي وهناك كثير من الآيات لم تسنح الفرصة أن أشير إليها كل تلك الآيات تحدثنا عن هذه الحقيقة هناك مساحات في حياتنا الدنيوية نحن لا نراها بأعيننا ولا نستطيع أن نتواصل معها بحواسنا الأمر هو مع المشروع المهدوي إن كان الكلام يرتبط بالبنية البشرية وما اصطلحت عليه من صناعة الزهرائيين أو كان الكلام يرتبط بالبنية التحتية الأساسية المؤسسية حيث تتهيأ التقنيات المناسبة والمتطورة جداً وحيث تتهيأ الأسباب الأخرى المختلفة باختلاف اختصاصاتها وتخصصاتها وتخصصاتها كل هذا يجري في زمان الغيبة والأمر مستمر يجري على قدم وساق يتسارع الأمر كلما اقتربنا من يوم الخلاص هذه المضامين هذه المضامين مثلما تأتي متعانقة مع الفكر القرآني ومع الوقائع التي كانت في زمان الأنبياء السابقين هناك من النصوص الوفيرة والتي سأعرضها عليكم اتباعاً في هذا البرنامج التي ستخبرنا عن تفاصيل هذه الحقيقة نذهب إلى فاصل غيبة النعماني ابن أبي زينب النعماني توفي سنة 360 للهجرة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الحادي والثلاثون بسنده بسند النعماني عن المفضل ابن عمار رضوان الله تعالى على المفضل يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لصاحب هذا الأمر والحديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا العنوان عنوان لكل أئمتنا لكل المعصومين الأربعة عشر كل واحد منهم هو صاحب الأمر لكن الأئمة استعملوه بكثرة ووفرة في إمام زماننا فصار عنوانا إذا ما أطلق يتبادر منه أن الكلام باتجاه الحجة بن الحسن العسكري وإلا فإن رسول الله هو صاحب الأمر وكذاك فإن أمير المؤمنين هو صاحب الأمر والكلام يجري على الجميع على الأئمة المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم جميعا إن لصاحب هذا الأمر بيتاً يقال له بيت الحمد مركز القيادة مركز القيادة المهدوية هذا هو المركز الزهرائي الزهرائي المهدوي لقيادة المشروع المهدوي الأعظم إن لصاحب هذا الأمر بيتاً يقال له بيت الحمد فيه سراج يزهر فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفى هذا هو مركز القيادة العمد العمل مستمر هذا هو مركز الطاقة والتوجيه فيه سراج يزهر يعود بنا إلى الزهراء التي أزهر الوجود بها هذه نفحة زهرائية هذا المركز مركز زهرائي ماذا نقرأ في معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة خمسمية وخمسطعش إنه الحديث الخمسون بسنده بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال القلوب ثلاثة القلوب ثلاثة قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير وهو قلب الكافر هذا هو القلب المهجوب بكل الحجب إنه الكافر ببيعة الغدير ألعن الكفر في القرآن وأكفر الكفر في القرآن الكفر ببيعة الغدير بحسب القرآن نفسه وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيراً في برامج السابقة القلوب ثلاثة قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير وهو قلب الكافر القلوب أوعية أوعية ولذا فإن هذا الوعاء لا يعي قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير وهو قلب الكافر إنه الكافر بإمام زماننا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذه بديهة ديننا بديهة عقيدتنا جوهر دين العترة الطاهرة من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وفي حديث عن الصادق صلوات الله عليه الحديث هذا عن رسول الله من لم يعرف إمام زمانه ومات فإنه سيموت جاهلياً من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث في السياق نفسه عن صادق العترة صلوات الله عليه من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية فهذا هو القلب الكافر قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير وهو قلب الكافر وقلب فيه نكتة سوداء النكتة النقطة وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه يعتلجان 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 إنها حالة اعتلاج حالة مغالبة حالة مصارعة فما كان منه أقوى غلب عليه فقد يكون الغالب الخير وقد يكون الغالب الشر وقلب وهذا هو الذي نقصده هذا هو القلب الزهرائي وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر مصباح يزهر هذا القلب يزهر بولاية الزهراء هذا هو القلب الذي يزهر بولايتها ماذا نقرأ في زيارتها الشريفة لني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما الإمضاء على ديننا إمضاء زهرائي التصديق تصديق زهرائي فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه هي القلوب المطهرة بالطهارة الزهرائية إنها القلوب التي يزهر فيها نور معرفة إمام زماننا الذي اتخذ من الزهراء أسوة له إنه إمام الزهرائي وقلب مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن هذا هو المؤمن الزهرائي هؤلاء هم المصنوعون في المصانع المهدوية صناعة الزهرائيين هذه القلوب هي التي ترتبط بهذا البيت بهذا المركز الزهرائي بمركز القيادة المهدوية دققوا النظر في كلمات المعصومين هذه الحقائق لا يحدثكم بها مراجعكم لأنهم أغبياء لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة المفضل ابن عمر يحدثنا يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لصاحب هذا الأمر لبقية الله الأعظم إن لصاحب هذا الأمر بيتاً يقال له بيت الحمد وإنما هو بيت الحمد إنه الحمد الذي في مفتتح الكتاب الكريم الحمد لله رب العالمين الربوبية ماذا تعني الربوبية تعني التربية وماذا تعني التنمية وماذا تعني المحافظة المحافظة على نتاج التربية والتنمية وكل هذا مرتبط بكل العالمين بعالم الأرض وسائر العوالم الأخرى الحمد لله رب العالمين هذه الربوبية تتجلى في وجه الله تتجلى في الإمام المعصوم أين باب الله الذي منه يؤتى هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف نخاطب إمام زماننا أين باب الله الذي منه يؤتى أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الحمد في مفتتح الكتاب الكريم هو هذا الذي يكون عنوانا لهذا البيت فهذا البيت مقر الربوبية مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ هذه هي الربوبية بعينها وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ بَيْتًا يُقَالُ لَهُ بَيْتُ الْحَمْدِ مَذَا فِيهِ فِيهِ سِرَاجٌ يُزْهِرُ زَهْرَائِيٌّ فِيهِ سِرَاجٌ يُزْهِرُ مُنْذُ يَوْمَ وُلِدَ إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفأ لا يطفأ هذا مركز القيادة المهدوية الزهرائية ومستقره الأرض مستقره الأرض لأن الأرض هي العاصمة إنها عاصمة الدولة الكونية المهدوية العظمى مقر القيادة في هذا البيت إنه بيت الحمد في المساحات التي نحن لا نراها لا نتواصل معها إنها مساحات تفوق حواسنا هذا البيت فيه سِراجٌ يُزْهِرُ يُزْهِرُ سِراجٌ زَهْرَائِيٌّ منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفأ إلى يوم الخلاص مقر القيادة وهنا يرتبط الزهرائيون وقلب مفتوح كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وقلب مفتوح فيه مصباح يُزْهِرُ يُزْهِرُ بالولاية الزهرائية لنبشر أنفسنا يا أم الحسن والحسين بأننا قد طهرنا بولايتك هذه ولايتها التي تُزْهِرُ في القلوب إنها الزهراء التي أزهر الوجود بها وقلب مفتوح فيه مصباح يُزْهِرُ ولا يُطفأ نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن نحن نقرأ في الكافي الشريف وقرأت هذا مرارا عليكم الجزء الأول من الكافي للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة هذه الطبعة طبعة دار الأسوى طهران إيران في الصفحة الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة من باب عنوانه في الغيبة إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار إمامنا الصادق يقول للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة ونحن الآن في الغيبة الطويلة الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعة الإمام الصادق يخبرنا من أن خاصة شيعة الحجة بن الحسن العسكري على علم ودراية وصلة بمركز القيادة هذا الذي عنوانه بيت الحمد الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى وهي الغيبة الطويلة التي نعيشها الآن ونعيش فيها والأخرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه تلاحظون أن الأحادثة تفسر ويشرح بعضها البعض الآخر أذكركم بما حدثنا به المفضل ابن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لصاحبي هذا الأمر بيتاً يقال له بيت الحمد فيه سراج يزهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفى هذا هو مركز القيادة المهدوية الزهرائية نذهب إلى فاصل الآية الآية العاشرة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور دقيق النظر في الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هل ينظرون المراد من قول الآية هل ينظرون هل ينتظرون نظر تأتي بمعنى استعمل ناظره استعمل ناظره رأى رأى بعينه ونظر أيضا تأتي بمعنى الانتظار نظرت إلى فلان إن توجهت بنظري إليه ونظرت فلانا فإنني أنتظره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الملائكة يأتون مع الله فهل سيأتي الله من مكان حيث ينتقل إلى مكان آخر ماذا تقولون أنتم هل تريدون أن تعتقدوا مثلما في كتب سقيفة بني ساعدة من أن الله ينزل إلى الأرض في صورة غلام وعلى حمار أقمار هذه المضامين السخيفة التي تعج بها كتبهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الله يأتي وتأتي معه الملائكة هل تنتظر البشرية هل تنتظر المخلوقات من أن الله في مقطع زماني في مرحلة من مراحل الوجود من أن الله يأتي بنفسه مع الملائكة فهل أن الله ينتقل من مكان إلى مكان ماذا نقرأ في تفسير العترة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من تفسير العياشي إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية والعياشي كان معاصراً للكليني من علماء القرن الرابع الهجري طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الأول في صفحة الثانية والعشرين بعد المئة إنه الحديث الثاني بعد الثلاثمئة بسنده بسند العياشي عن جابر عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه في قول الله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة يأتون مع الله وقضي الأمر ماذا قال الباقر صلوات الله وسلامه عليه في بيان مضمون هذه الآية قال ينزل من هو الذي ينزل إنه صاحب الأمر إنه الحجة ابن الحسن قال ينزل في سبع قباب من نور إنها قباب تزهر نورا مركز القيادة زهرائي والقلوب التي ترتبط به قلوب تزهر نورا إنها قلوب زهرائية وهذه قباب نورية زهرائية ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هذا أمر أمني هذا أمر أمني هذه القباب تكون محلقة في السماء وبعد ذلك تحط على الأرض في الكوفة ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل الحديث عن قائم آل محمد هذه التقنيات المتطورة جدا وهذه القباب الفضائية القباب السمائية النورية في الوقت نفسه موجودة الآن في المساحات التي لا نستطيع أن نتواصل معها هذا مثال من الأمثلة التي حدثتنا روايات روايات العترة الطاهرة عن شؤون البنية الأساسية المؤسسية للمشروع المهدوي الأعظم إذن هذه الآية يتجلى معناها في تفسير العترة بهذه الصورة التي وضعتها بين أيديكم هل ينظرون ينتظرون ذلك اليوم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام مثل ما حدثتكم بأن هذا اللفظ الله في ثقافة العترة يطلق على الذات الأولى بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه ليس بمعنى واحد الله الذي يطلق على الإمام المعصوم دلالته ومعناه أنه غير الله الذي يطلق على الحقيقة المحمدية الله هذا اللفظ الذي يطلق على الحقيقة المحمدية هو غير الله اللفظ الذي يطلق على الذات الأولى أشتراك أشتراك في اللفظ فقط واختلاف في الدلالة والمعنى من جملة الآيات التي جاء فيها لفظ الله يراد منه الإمام المعصوم هي هذه الآية هناك آيات كثيرة بحسب تفسير العترة الطاهرة لا شأن لي بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بهراء سقيفة بني طوسي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الباقر يقول ينزل قائم آل محمد في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو حين ينزل في ظهر الكوفة هذه المعاني تتعاضد جميعا ما جاء في بيت الحمد ما جاء في القلوب المزهرة بالولاية الزهرائية ما جاء في خاصة أولياء صاحب الأمر إن كان ذلك في زمان الغيبة الأولى أو في زمان الغيبة الثانية وهم على صلة ومعرفة بمركز القيادة المهدوية الزهرائية إنه بيت الحمد وهذه القباب جزء من التقنيات التابعة لهذا المركز الأحاديث لم تقتصر على هذه المضامين هذه أمثلة حينما نتوغل في الحديث عن مرحلة الظهور والتي ما بدأت إلى الآن بالحديث عنها سأعرض بين أيديكم الكثير من الأحاديث التي تجري هذا المجرى وتصب في هذا المصب هذه هي المساحات التي قلت لكم من أن مساحات في الأرض نحن لا نتواصل معها إنها محجوبة عنها والأمر هو هو فيما يرتبط بالأجرام السماوية الأخرى والأمر هو هو فيما يرتبط بالملأ الأعلى بالسماوات العلى بيت الحمد هذا الذي هو في الأرض إنعكاس إنعكاس لمركز القيادة المهدوية في الملأ الأعلى مثلما الكعبة إنعكاس للبيت المعمور في السماء الرابعة والبيت المعمور إنعكاس للعرش الذي هو في السماء السابعة ومقر القيادة في الوجود في السماء السابعة إنه العرش حينما يبدأ الظهور من المسجد الحرام من الكعبة هناك تعانق فيما بين مجريات التشريع ومجريات التكوين فإن الكعبة إنعكاس للبيت المعمور والبيت المعمور إنعكاس للعرش الظهور في أجل مراتبه يتجلى في العرش والدولة والدولة المهدوية وهي في حقيقتها مقدمة للدولة المحمدية العظمى التي ستكون في آخر عصر الرجعة العظيمة إنها الدولة التي سلطانها يتجلى يتجلى في الاستواء على عرش الرحمن في الاستواء على عرش رب العالمين وذل كل شيء لكم هذه المضامين عميقة وعميقة جدا وقد شرحتها وبينتها كرارا ومرارا في برامجي السابقة وإذا كنتم تبحثون عن التفاصيل فعودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة إنه الجزء الرابع من برنامج كبير متسع عنوانه ملف الكتاب والعترة نذهب إلى فاصل البرقي رضوان الله تعالى عليه من محدثين العظام القدماء في كتابه المحاسن وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنه المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين من كتاب المحاسن المعروف في صفحة السادسة بعد المئة في الباب التاسع والعشرين إنه الحديث الأول بسنده بسند البرقي عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فقال رجل في المجلس أسأل الله الجنة فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنتم في الجنة أنتم في مجلس الصادق أنتم في الجنة أنتم في ولاية الصادق أنتم في الجنة أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقلنا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا فقال ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله ألا يسلبكم الجنة ولاية علي وآل علي حقيقتها الجنة لكننا نحن لا نشعر بذلك هناك حجاب دنيوي فيما بيننا وبين هذا الشعور أصحاب القلوب الزهرائية يستشعرون هذا المعنى مثلما قرأت عليكم من القرآن في الحلقة الماضية من أن الذين يأكلون أموال اليتامة ماذا يأكلون في حياتهم الدنيوية اليومية إنهم يأكلون نارا حجاب فيما بينهم وبين أن يدرك هذه الحقيقة ما يأخذونه من أموال اليتامة اليتامة محمد وآل محمد إنها الذوات التي انقطعت عن المخلوقات وانقطعت المخلوقات عنها مثلما جاء في تفسير فاطمة قيل لها فاطمة لأن عقول الخلق قد فطمت عن معرفتها فطمت قطعت فاطمة هي الفاطمة التي فطمت عقول الخلق عن معرفتها واليتامة هم محمد وآل محمد لأن اليتيم هو المنقطع ويتم الأمر قطعه الذين يأكلون أموال اليتامة ماذا يأكلون في بطونهم يأكلون نارا والذين يكتمون حقائق القرآن في علي وآل علي ماذا يأكلون أيضا يأكلون في بطونهم نارا حينما تكون الدنيا بين أيديهم بسبب كتمانهم لحقائق القرآن في علي وآل علي فإنهم يتعاملون مع نار جهنم لكنهم لا يشعرون بهذا لأن عالم الدنيا هو عالم الحجب الحكاية هي الحكاية في هذا المضمون الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن موسى بن بكر قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه فقال رجل في المجلس أسأل الله الجنة فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق أنتم في الجنة فاسألوا الله أن لا يخرجكم منها فقلنا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا هي هذه الدنيا دار الحجب فقلنا جعلنا في ذاك نحن في الدنيا فقال ألستم تقرون بإمامتنا قالوا نعم فقال هذا معنى الجنة الذي من أقر به كان في الجنة فاسألوا الله ألا يسلبكم الجنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول ألا أخبركم بالسعيد حق السعيد كل السعيد من هو السعيد حق السعيد كله السعيد الذي يوالي عليا ويحبه هذا منطق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وهو منطق القرآن القرآن واضح في هذا لا يمكنني أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة كي أتوغل في مضامينها وإنما هي إشارات مقتضبة وتلويحات على البعد طارئة وتلميحات من وراء ستار مسرعة هذا هو الذي يجري في حديثي وبرنامجي هذا الجنة ولاية إمام زماننا تلك هي الجنة هذه الدنيا مهما مهما تمتعنا فيها لا توجد فيها متعة كاملة هذه الدنيا أمامكم يأتينا يوم فيه شيء من فرح ثم ينطوي هذا الفرح وتأتينا غموم وهموم وتنطوي صفحتها وإذا بساعة راحة قد تكون راحة للأجساد وقد تكون راحة للنفوس وقد تكون راحة للأجساد والنفوس في الوقت نفسه ولكن بعدها يأتي تعب ونصب هكذا هي الدنيا تقلبنا ونحن نقلبها أيضا تقلبنا يمينا وشمالا ونحن نتقلب بين مجرياتها ونقلب شؤونها تارة على خير وأخرى على شر ولا ندري ماذا تخبئ لنا الأيام ما بين جهالة في الدين وجهل بأمور الدنيا في كثير منها ما بين اشتباه في تشخيص عواقب الأمور وبين سفاهة حيث يخدعنا الشيطان أو أننا نخدع أنفسنا بأنفسنا هكذا هي مجريات حياتنا فأين الراحة الدائمة وأين اللذة المستديمة لا يوجد شيء من هذا إنها أسطورة هناك شيء من الراحة هناك شيء من المتعة هناك شيء من العافية ولكننا في كل ساعة تمر علينا نقرض جزء من أعمارنا نقرضه قرضا أكان هذا القرض براحة أو بتعب هو في الآخر قرض لأعمارنا الجنة الجنة الحقيقية في فناء إمام زماننا في فناء محمد وآل محمد المرض مع محمد وأهل محمد خير من الصحة مع غيرهم الخوف مع محمد وآل محمد خير من الأمن مع غيرهم الفقر والعوز مع محمد وآل محمد خير من الغنى والثراء مع غيرهم كلمة كلمة هي كلمة ذهب أئمتنا يقولون إن بليتنا مع الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبون وإن تركناهم ضلوا مع غيرنا لأن الهداية منحصرة بباب محمد وآل محمد إن بليتنا مع الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبون وإن تركناهم ضلوا مع غيرنا لن يهتدوا السبيل هذه هي الجنة الجنة مع إمام زماننا الجنة في بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاده إنه علي علي العلا والمعالي الجنة في فناء قدس فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذا حجاب من الحجب إنها الحجب الدنيوية التي تحول فيما بيننا وبين أن نتذوق الجنة في ولاية الحجة بن الحسن نقرأ في الكهف الشريف في الجزء الأول من الطبعة نفسها في الصفحة التاسعة والستين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن صالح بن سعيد قال دخلت على أبي الحسن إنه إمامنا الهادي صلوات الله عليه عن صالح بن سعيد قال دخلت على أبي الحسن على إمامنا الهادي فقلت له جعلت في ذاك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك يتحدث عن العباسيين لعنة الله عليهم عن العباسيين الأوائل العباسيون الأواخر ما هم بمختلفين عن العباسيين الأوائل هموا هموا ونحن نعيش في أيامهم عباسيو النجث وعباسيو بغداد جعلت في ذاك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخانة الأشنع خانة الصعاليك العباسيون حين جلبوا الإمام الهادي من المدينة المنورة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سام الراء التي كانت تسمى سر من رأه وبعد ذلك دمج الكلام فأصبحت سام الراء في البداية هكذا أطلقوا عليها سر من رأه يعني سر من رآها من رأى تلك المدينة فحين جلبوا الإمام من المدينة المنورة إلى سام الراء أنزلوه في خان الصعاليك لأجل إهانته صالح ابن سعيد دخل عليه وهو في ذلك الحال في ذلك الوقت فقال له جعلت فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخانة الأشنع خان الصعاليك ماذا قال له الإمام ها هنا أنت يا ابن سعيد قد جئت إلى هذا الخان ها هنا أنت يا ابن سعيد ثم أومأ بيده الإمام الهادي وقال انظر أومأ بيده إلى جهة في الخان وقال انظر صالح ابن سعيد يقول فنظرت فإذا أنا بروضات آنقات حدائق في غاية الجمال والسحر بروضات آنقات وروضات باسرات حيث الأزاهير جاهير وحيث الورود التي تفوح رائحتها الطيبة وحيث الثمار اليانعة فإذا أنا بروضات آنقات وروضات باسرات فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون قد يكون المراد إذا كان اللفظ صحيحا كأنهن اللؤلؤ المكنون المراد وصف الخيرات العطرات والإشارة إلى النساء الجميلات أو ربما حدث تصحيف فيكون أصل الكلام فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهم اللؤلؤ المكنون وأطيار وضباء وأنهار تفور فحار بصري وحسرت عيني حار بصري وحسرت عيني المراد من قوله من أن عينه حسرت صار صالح بن سعيد مذهولا حتى أن عينه أصبحت جامدة لجمال ما رأى ولحسن ما شاهد فحار بصري وحسرت عيني فقال حيث كنا فهذا لنا عتيد حاضر موجود لسنا في خان الصعاليك لسنا في خان الصعاليك يا ابن سعيد إذا أردنا أن نكون في هذه الجنان فإننا سنكون لكنها الدنيا وهكذا تجري أمورها أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها وهكذا تعامل محمد وآل محمد مع الأمور بأسبابها الظاهرة فهم أسوة لنا هم لم يفعلوا ولايتهم التكوينية إنما تتفعل ولايتهم التكوينية بمستوى من المستويات في زمان الدولة القائمية المهدوية وبنحو أعلى في عصر الرجعة العظيمة حتى نصل إلى الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة هناك تتفعل هناك تتفعل الولاية التكوينية لهم قطعا بحسب العالم الذي يعيشون فيه هذه الوقائع وهذه النصوص ويوجد كثير منها في ثقافة العترة الطاهرة أنا لست بصدد حشد النصوص وجمع النصوص واستقصائها سيطول البرنامج حينئذ سيكون طويلا وطويلا جدا إنها أمثلة ونماذج من كتبنا الأصيلة الأصلية القديمة الصحيحة إنها أحاديث العترة الطاهرة تخبرنا أن شأن محمد وآل محمد يختلف عن شؤون كل المخلوقات في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل تحدثنا هذه النصوص عن أن مساحات في عالمنا الأرض وفي العوالم الأخرى بالنسبة لقطان تلك العوالم تكون محجوبة عن قطانها وسكانها وتلك المساحات هي المساحات التي يتحرك فيها المشروع المهدوي الأعظم أعتقد أن الصورة باتت واضحة إلى حد ما لا أقول من أنها صارت واضحة تمام الوضوح لكنها اتضحت إلى حد ما أصبروا علي وتابعوا الإعادات للتدبر والتفكر في هذه المعلومات وانتظروا الحلقات القادمة كي تكتمل اللوحة العملاقة للظهور المهدوي نذهب إلى فاصل مثل ما قلت لكم صناعتان صناعة شيطانية نتاجها البتريون وصناعة مهدوية نتاجها الزهرائيون تقدم الحديث في كل ذلك وعرضت لكم ما عرضت من الثقافة الزهرائية سأعرض لكم أيضا جانبا من الثقافة البترية وأنتم قارنوا وعلى عينك يا تاجر أنتم قارنوا قارنوا بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية الحكم إليكم السيستاني المرجع الأعلى عين المرجع الأعلم من بعده إسحاق الفياط إنني أدخلت إسحاق الفياط في سنار القمر وظهرت النتائج واضحة لا أريد أن أعيد الكلام بهذا الخصوص لكن يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات التي أدخلت فيها إسحاق الفياط إلى سنار القمر المركزي وظهرت النتائج واضحة للجميع مصداق واضح من مصادق الثقافة الخوئية السيستانية البترية بامتياز وهو يحدثنا في دروسه الحوزوية البترية في حوزة البتريين في النجا عن أن معرفة الإمام من فروع الدين ثقافة بترية شيطانية بامتياز الوثيقة الأولى أنفس هذا الخرط في الوثيقة الثانية ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة خوية الهامرن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع من الفروع وأيذن معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعترافه برسالة نبي الأكرم والإيمان بها وأما معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية طبعا مشروطة مشروطة بشرط فإن جعل الأحكوم في عرض ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكوم الفرعية في عرض ووحدة وأما معرفة النبي الأكرم وجوه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل وفعليتها شروطة بشرط فهو الإسلام هذا هو المرجع الأعلم الذي عينه السستاني من بعده مقلدو السستاني يعودون في الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية التي يفتي بها السستاني في التقليد إلى إسحاق الفياط بحسب تعيين السستاني له من أنه هو الأعلم من بعده هذا على فرض أن السستانية قد ثبتت أعلميته على أي حال أنا لا أريد أن أناقش هذا الهراء هؤلاء هم البتريون لو لم يكن السستاني بتريا وبتريا بامتياز لما عين الأعلم من بعده عين بتريا وهذه عقائده البترية واضحة نحن لا نستغرب هذا السستاني الآن يعد ولده محمد رضا مرجعا من بعده وهو بتري أيضا عقيدة محمد رضا في معرفة الإمام وفي ولاية علي وآل علي عقيدته أسوأ من عقيدة إسحاق الفياد وهذا مبين في ما ألفه في كتابه الحج وفي دروسه القريبون منه يعرفون هذه الحقيقة وكتابه الحج شاهد على ذلك وقد عرضت هذه الحقائق في برامج سابقة محمد رضا السستاني المرجع المستقبلي لكم لشيعة البتريين الذين هم على المذهب الطوسي اللعين هكذا يعتقد بأن معرفة الإمام هي من فروع الدين ولكنها ليست من الفروع التي لها الأولوية الصلاة مقدمة على معرفة الإمام الصوم كذلك الحج كذلك لا أدري كيف أناقش هذا الغباء والصلاة لا تقبل إلا بولاية الإمام فكيف تقدم على ولاية الإمام لكنه الغباء البتري إنه المذهب الطوسي اللعين إنها الثقافة الخوئية السستانية المستدبرة إذا صار محمد رضا السستاني مرجعكم عوذوا قبضوا دينكم من دبش هؤلاء البتريون ألا يقرؤون القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وهذا الكلام موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة ولا شأن لي بكتب السنة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولاية علي جعلت في مكان التوحيد والنبوة والقرآن كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية علي القرآن صريح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة تشتمل على التوحيد وعلى النبوة وعلى القرآن والقرآن يشتمل على حقائق الدين على كل الأسرار والتفاصيل كل ذلك يساوي صفرا لا معنى له من دون ولاية علي فهؤلاء الأخبياء كيف أستطيع أن أفهم دينهم ليس هناك من سبيل إلا أنهم بتريون إلا أنهم مرجئيون إلا أنهم عباسيون إلا أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه مثل ما قال إمامنا الصادق في رواية التقليد وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة الأمر لا يقف عند هذا الحد هؤلاء جهال لا يفقهون دينهم هناك مركز ديني تحت خيمة المرجعية السيستانية يصدر مجلة إنها مجلة الانتظار تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي هذا المركز تحت خيمة المرجعية السيستانية وهذه المجلة من إصدارات هذا المركز رجاء أعرض لنا صورة غلاف العدد الذي أريد أن أقرأ منه هذه هي مجلة الانتظار إنه العدد التاسع السنة الثالثة ربيع الثاني ألف أربعمائة وثمانية وعشرين للهجرة تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي رجاء اعرضوا لنا الصفحة الثانية هنا تعريف بالمجلة أمامكم أمامكم هي الصفحة سنعرض لكم صورة مكبرة عن التعريف الذي هو مطبوع في هذه الصفحة رجاء أعرض لنا الصورة المكبرة ماذا كتب في تعريف المجلة وتعريف المركز الذي يصدرها مجلة الانتظار مجلة فصلية ثقافية تعنى بالشأن المهدوي وهي غير تابعة لجهة سياسية أو رسمية تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي برعاية المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف رجاء اذهبوا بعد ذلك إلى الصفحة الأخرى تحت عنوان من أوراق المرجعية هذه هي الصفحة السادسة من العدد الذي أشرت إليه من أوراق المرجعية الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيدة ماذا سنقرأ من فتاوى سديدة للمرجعية الرشيدة سنقرأ الهراء والهراء والهراء إلى مراجعنا العظام هذه رسالة موجهة تظهر في الصفحة نفسها سأعرض لكم صورة مكبرة رجاء أعرض لنا الصورة المكبرة في الصطور الأخيرة من هذه الرسالة الموجهة إلى المراجع يقولون للمراجع العظام ووجهوا هذه الرسالة إلى السستاني وإلى محمد سعيد الحكيم وإلى إسحاق الفياد وإلى بشير النجفي بما أن الحديثة عن إسحاق الفياد سأتناول البيان الذي أصدره إسحاق الفياد هكذا كتبوا في الرسالة هذا المركز وقد انهالت على مركزنا الأسئلة حول هذا الموضوع حول موضوع الإمام المهدي وحول موضوع الذين يدعون ما يدعون في الأجواء المهدوية وقد انهالت على مركزنا الأسئلة حول هذا الموضوع ولما كانت المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب العترة ما عندها من مذهب هذا هو المذهب الطوسي العترة عندها دين وما عندها مذهب المذهب أسسها العباسيون ومن جملتها المذهب الطوسي اللعين ومن جملتها ولما كانت المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب ولأبنائه لذا كان من الواجب أن نتوجه إلى سماحتكم ممثلين عموما الشعب المؤمن الموالي لأهل بيت النبوة عليهم السلام آملين من سماحتكم بيان الرأي في رجع هذه الدعاوة الذين يدعون ما يدعون في الأجواء المهدوية آملين من سماحتكم بيان الرأي في رجع هذه الدعاوة وبيان المعايير التي يصح فيها ادعاء مثل هذه المدعيات حتى يتبين للمؤمن كيفية التمييز ومتى يصدق ومتى يكذب هذه الدعاوة أدام الله ظلكم الوارف على رؤوس الأنام ولا حرمنا من فيوضاتكم المباركة مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي تعالوا كي ننهل من الفيوضات المباركة للمرجع الأعلم بتعيين السيستاني إنه إسحاق الفياض كي نرى جهله وغباءه وسفاهته رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأخرى هذا هو بيان إسحاق الفياض في الصفحة الثالثة بعد العاشرة من المجلة نفسها اعرضوا لنا الصورة المكبرة هذه الصورة المكبرة ماذا جاء في بيان إسحاق الفياض من جملة ما قاله وكذا ينبغي عليهم على المؤمنين وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أنه اليماني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة من أين جئت بهذا الكلام اليماني ظهوره في رجب وصيحة في شهر رمضان والخراساني كذلك ظهوره في رجب السفياني واليماني والخراساني سيكون ظهورهم في أوائل شهر رجب الذي يسمى في الروايات رجب العلامات ينتهي رجب وينتهي شعبان ويأتي شهر رمضان في فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان تكون الصيحة فمن أين جئتنا بهذا الهراء وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي أنه اليماني أو الخراساني أو صاحب النفس الزكية فإن تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة جهل بشؤون إمام زمانه عقيدته في أن معرفة الإمام من فروع الدين وهذا جهل يضاف إلى جهله بدين العترة الطاهرة هذه هي الثقافة البترية ماذا قالوا في مجلتهم الفتاوى السديدة للمرجعية الرشيد هي هذه الفتاوى السديدة ثم قالوا أدام الله ظلكم الوارفة على رؤوس الأنام حتى يضلوا الأنام بجهلهم ولا حرمنا من فيوضاتكم المباركة هي هذه الفيوضات المباركة بس ما قلتوا أن هذه منين تطلع من يا مكان على أي حال ومنه يظهر بطلان دعوى مقام الإمامة وأنه الإمام عليه السلام ضرورة أن الإمام عليه السلام لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف في البيداء وخروج اليماني والسفياني والخراساني وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام أولا إثبات الإمامة لا علاقة له بكل ذلك وهذا مهضوع مفصل له شأنه ومقامه ولا أريد التوغل في هذه الجهات لضيق الوقت فإن وقت الحلقة قد انتهى ولكنه يكرر جهله أيضا فيقول ضرورة أن الإمام لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف في البيداء الإمام يظهر قبل الخسف في البيداء الإمام يعلن ظهوره بعد إعلان الظهور تقع علامة الخسف في البيداء فإن الخسف في البيداء لا يقع قبل الظهور أنتم يا أيها المركز المتخصص بالدراسات التخصصية إذا كنتم تعلمون الناس هذا فهذا تضليل وإضلال هؤلاء هؤلاء هم المراجع البتريون الذين أحذركم منهم ثم يقول وبدورنا ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى بأخذ العقائد الصحيحة من المراجع العظام الأمناء من هذا الخرط أنا أسألكم بالله هذه الآية تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه إنني أقرأ من سورة الجمعة إنها الآية الخامسة بعد البسملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار هذه الآية تنطبق على مرجعنا الأعلام بتعين أسستان أو لا تنطبق إذا انطبقت عليه ستنطبق على الذي عينه أيضا هذه الحقائق بين أيديكم قارنوا بين الثقافة الزهرائية التي تقدمها لكم قناة القمار وبين ثقافة البترية الحقيرة المنحطة الوسخة التي يقدمها لكم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي وفي وفي الوقت نفسه إنهم مراجع الطائفة أدام الله ظلالهم الوارفة على رؤوس الأنام حتى يطيحون حظهم ويطيحون صبغهم بهذه الجهالة وهذه السفاها نكمل الحديث غدا في أجواء الثقافة البترية المرجعية النجفية الوسخة القذرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم والهوى والهوى بتريون أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله